يا مساء الفل على حضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال هيكون فيها أخبار وكواليسة تعرفوها إن شاء الله معنا النهاردة وحلقة تعجب حضراتكم في الجزء الثاني إن شاء الله من الأشبال هيكون ضيف وضيفكم واحد من نجوم الأهل السابقين حارس مرمى كبير في النادي الأهلي واحد دايما في خدمة النادي الأهلي على مدار سنوات طويلة وليه تاريخ كبير في مهمة جديدة في قطاع الناشئين ضيف وضيفكم الكابتن الكبير الكابتن أحمد ناجي هنتكلم فيه عن التجربة الجديدة في قطاع الناشئين وأيضا عن رؤيته لحراسة مرمى النادي الأهلي وكمان حراسة مرمى كل الفرق في الدورة الممتاز إن شاء الله حلقة تعجب حضراتكم لكن كالعادة طبعا كلامنا بيكون عن النادي الأهلي ولما بنكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي بيطول الكلام معاه السنة دي كان موسم استثنائي للنادي الأهلي كان موسم استثنائي في كل شيء موسم سيتذكر كل الأجيال وموسم هيظل في تاريخ النادي الأهلي في كل الإنشاءات في كل البطولات الحالة النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو في ألعاب الصلاة علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي موسم استثنائي علشان كده كان ليه تخطيط من بداية الموسم السابق لما تم إراحة اللاعبين علشان عينينا على الحاضر وعينينا على المستبل وعينينا على المستبل اللي احنا في السنة دي ما شاء الله النادي الأهلي بيحقق خمس بطولات بداية لما دخل الموسم أمام نادي الزمالك وقدر ياخد السوبر المصري بعدها كاس مصر أمام بيراميدز بعدها السوبر المصري مرة أخرى أمام بيراميدز بطولة أفريقيا وزي ما احنا شايفين في الصورة معانا دلوقتي درع الدوري المحبب وشايفين كل الكؤوس وكل البطولات اللي خدها النادي الأهلي بقول لحضراتكم خمس بطولات السنادي وموسم الثلسنائي للنادي الأهلي بنحي طبعا فيه في البداية جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي اللي كان ليه مواقف مهمة جدا على مدار الموسم مواقف دايما مسندة لمجلس الإدارة مواقف مسندة للعبين مواقف مسندة لكل الأجهزة علشان كده تلاقي عظمة النادي الأهلي إن عنده جمهور عظيم دايما ما بيشبعش بطولات وعندنا مجلس إدارة دايما بيكون على الحدث وموجود في الأحداث كلها أول بأول من صفقات من إنشاءات من تدعمات من دايما حتى لو فيه سلبيات الناس دايما بتجتمع وتسلح على طول أول بأول ودايما مجلس إدارة بيحترم جمهوره علشان كده شفنا موسم كبير جدا ورغم كل الإنجازات اللي احنا بنشوفها في الموسم العظيم ده الموسم اللي هتذكروا التاريخ ودايما هكون محفور في التاريخ بكلام أسطور من ده النادي الأهلي أيضا عنو على المستقبل النادي الأهلي واحنا في موسم استثنائي باصص للمستقبل زي السنة اللي فاتت النادي الأهلي كان عنو على المستقبل وبيحضر للمستقبل النادي الأهلي برضو السنة دي بيكرر نفس الكلام عنو على المستقبل لما اعتذر عن البطولة العربية علشان يدي راحة لللاعبين ودي راحة مهمة جدا وشوفنا السنة اللي فاتت كانت إراحة اللاعبين شوفنا العائد عليها السنة دي كان من أهمها شوفنا عدد الإصابات ما كانش كان بنسبة ضئيلة جدا عدد الإصابات اللي كانت موجودة داخل الفريق عكس السنوات السابقة كنا بنشوف أعداد كبيرة جدا من اللاعبين مصابة لعبة بتقعد فترات كبيرة بتغيب عن المباراة مهمة لكن لما اللاعبة ريحت عملت فترة إعداد قدرت تحضر الموسم بشكل جيد خطب الأسباب علشان كده شوفنا نجاح كبير علشان كده برضو اعتذار النادي الأهلي عن البطولة العربية كان برضو أهم يعني تحضير الموسم الجديد علشان يراحة اللاعبين مع انتهاء مباراة المصر إن شاء الله اللي هتكون يوم الخميس القادم نتمنى فيها التوفيق للعب النادي الأهلي ويكون أفضل ختام إن شاء الله للموسم الحالي إن شاء الله يتم راحة اللاعبين علشان تبدأ تحضر الموسم القادم برضو من ضمن الأهداف أو من ضمن تحضير الموسم اللي جاي غير راحة اللاعبين والاعتذار عن البطولة العربية ملف الصفقات وده الملف المهم جداً الشاغل لكل جمهور النادي الأهلي وفي البداية لمجلس إدارة النادي الأهلي وبالأخص للجنة التخطيط والكابتل محمود الخطيب شفنا تدعمات مهمة جداً للموسم القادم أول صفقة أعلانها النادي الأهلي كان إمام عشور إمام عشور واحد من اللاعبين المميزين في خط وسط النادي الأهلي واحد من اللاعبين المميزين أول حاجة إمام عشور لاعب سنه صغير وهي دي رؤية الجهاز الفني ومجلس الإدارة إزاي النهاردة أن تدب لعبين صغير السن إمام عشور بعد رحيل حمد فتح اللي بنقوله ألف شكر على ما قدمه مع النادي الأهلي إمام عشور إن شاء الله يكون خطوة مهمة جداً يقدر يكون عند طموحات جماهير النادي الأهلي ويقدر يحفر اسمه وتاريخه في النادي الأهلي إنه هو خامة جيدة لعيب ملتزم لعيب إن شاء الله يكون عنده رغبة كبيرة مع زملاء ويقدر يساعد نفسه ويكون دخوله دخول مهم تاني صفقات النادي الأهلي رضا سليم رضا سليم لاعب مغربي تقلق في الدور المغربي خاصة مع الجيش الملكي واحد من اللعيبة صغار السن واحد من الصفقات إن شاء الله اللي هتكون مهمة أيضاً مع المام عشور في النادي الأهلي رضا سليم لعيب عنده 23 سنة وقلت لحضراتكو عامل السن مهم جداً في الرؤية الفنية المستقبلية لبناء فريق جيد للنادي الأهلي عامل السن إنت بتنتدب لعيبة صغيرة في السن تقدر تديك لسنوات وسنواته تقدر تشرب من النادي الأهلي رضا سليم واحد من اللي تقلقوا في الدور المغربي بأرقام مميزة جداً مع الجيش الملك المغربي فريق الجيش الملك المغربي قدر يحسن بطولة الدور السنة دي في المغرب وكان رضا سليم واحد من العوامل أو واحد من اللاعبين المهمين جداً استوقفنا مبارح المركز الإعلامي في النادي الأهلي وهو بيقدم لعبنا الجديد رضا سليم تقديم كالعادة المركز الإعلامي في النادي الأهلي ما شاء الله الشباب هناك بقيادة السيدة الجمال جبر متقلقين كالعادة في تقديم الصفقات الجديدة شفنا قبل كده مروان عطية شفنا إمام عشور وأخيراً شفنا رضا سليم الربط الحلو يا ريت لو معنا الصور نعرضها شباب وحنا بنتكلم عن رضا سليم علشان نتكلم ونحلل البروم اللي تعامل شفنا جمال مصر وجمال القاهرة وخاصة النهر النيل العظيم المكان والفكرة حلوة جداً إنك انت النهاردة يعني بتربط كمان الحدث مصر والمغرب العلاقات الوطيضة العلاقات التاريخية اللي محدش هيقدر يؤثر فيها ولا يكلم عنها ولا حد يقدر يعني يشكك في علاقات مصر والمغرب قبل علاقات الأهلي مع الأندية المغربية والأهلي بينتدب لاعب مهم زي رضا سليم شفنا قبل كده بدر بنون في من المغرب زي ما احنا شايفين دلوقتي ده صورة رضا سليم وتقديم المركز الإعلامي بالأمس للاعبنا رضا سليم عجبني جدا الربط بين الشخصية التاريخية ابن بطوطة وبن رضا سليم وكمان يعني ابن بطوطة هو بيتكلم عن النيل فكان أفضل مكان يصور فيه رضا سليم هو نهر النيل نهر النيل العظيم نهر النيل الخالد وكمان الصور والفيو كمان اللي بيبين عظمة مصر وجمال القاهرة وعظمة نهر النيل فكانت الصور مبارح معبرة صور جميلة تنقلتها كل الصحف وكلات الأنباء وكل السوشيال ميديا فكان لها صدى جميل جدا وعلشان كده النادي الأهلي زي ما احنا بنتكلم نادي الأهلي هو التاريخ نادي الأهلي يعني يعني بدأ التاريخ فالنادي الأهلي النهاردة كانت صورة معبرة جدا انه مبارح يكون تقديم رضا سليم في نهر النيل وكان كلامه عظيم عن النادي الأهلي ورغبته القوية وانضمامه وحبه للنادي الأهلي نروح نتكلم بقى عن صفقة رضا سليم أبرز أرقامه مبارياته في الدور المغربي تقلقه باستفادة مع محل لقناة النادي الأهلي الدكتور أحمد ثابت اللي برحب بيه على قناة الأهلي تحياتي لك يا دكتور أحمد تحياتي الحضاكة كافة الأسامة ودائما متقلق ومنور قول لي بقى شايف صفقة انضمام رضا سليم للنادي الأهلي ازاي خاصة بعد تقلقه في الدور المغربي وتقلق كمان يعني ببطولات قدر يحسن مع زملائه بطولة الدوري للجيش الملك المغربي طبعا رضا سليم واحد من الإضافات المهمة جدا للنادي الأهلي في السفدة انت بتتعقد مع أفضل لاعب في الدوري المغربي هذا الموسم رضا سليم قدم موسم أسطوري مع فريق الجيش الملك ليه موسم أسطوري أولا هو فرقته ما خدتش الدوري من خمستاشر سنة الجيش الملك المغربي هو قدر في الاستناديات في الدوري ده ان هو ياخد ثاني هداف الدوري في رصيد 11 هدف أكتر من صنع أهداف في رصيد 10 أسس أكتر من تاهم في أهداف يعني أكتر لاعب في المغرب في الدوري المغربي في السنة دي متاهم في أهداف متاهم في كم جون 11 و 10 يعني 21 هدف بنسبة كم بقى من فريقته اللي هي واخدت دوري فريقته متجلة 50 جهود هو متاهم في 21 يعني بنسبة 42 في المية من أهداف الجيش الملك يعني إذن النهاردة عشان نقف قدام الأرقام يبارد سليم النهاردة لعب بيسجل وبيصنع كمان وأسست علي جدا هو نحن نتكلم عليه بالتفصيل بس تعال نروح كمان للنقطة التانية نقطة الشخصية النهاردة ممكن تجيب لعب أرقامه كويسة بس ما عندوش شخصية النادي الأهلي يكون بلعب في نادي صغير بس ما يكونش عندو شخصية النادي الأهلي الشخصية بانت تحديدا إنه طبعا غير أرقامه والموسم التاريخي اللي عامله مع فريقته إلا إنه هو بص على المباراة الأخيرة مباراة حتم الدوري قتام التحط لو نستعرض مع بعض كده ونشوف اللي حصل في الماتش ده نبص أول حاجة حتى أنجا بيتعادل فبعد كده هو بيصنع الهدف هذه أول هذه الصور عايزين صور المباراة الأخيرة الجيش الملك المغربي اللي قدر يحسم فيها بطولة الدورة صامر لها في الديها سبعة هتلاقي في صورة فيها في الديها سبعة هتكون معنا حالا دلوقتي يا دكتور على الهو أنا فاكر المباراة دي كان فيها حضور جماهير كبير كانت مباراة مهمة وقدر يحسم الجيش الملك المغربي البطولة في السواني الأخيرة مباراة حسم دوري انت بتكلم في مباراة حسم دوري تحت ضغط جماهير كبير شوف اللاعب اللي عنده 23 سنة اللي هو قابل للتطور شخصية اللاعب عاملة ازاي قدر ان هو يسجل في الديها سبعة بعد كده صنع ادي اول جنه هتنى على الشاشة ده هو اللي جابه من خلال ضرب الجزاء في الديها سبعة بعد كده تكملوا الصورة اللي بعدها هتلاقي صنع الهدف الثاني في الديها سبعة واربعين بفرقته فالنتيجة بقت اتنين واحد للجيش الملكي ده كده الديها سبعات الصورة اللي بعدها هتلاقي ان هو صنع الهدف ماشي الصورة التانية ده الهدف التاني هنا بص حضرتك هو دايما لاعب وينج بيفتح الملعب على الاخر لان هو اهم فيه تفرضت ليه ان هو لعيد طرف وممتاز برسال العرضيات هنا قدر ان هو يصنع الهدف التاني اللي برقته ويحولها اتنين واحد رغم كده برضو التحاط تنجا اتعدله اه اقلب بس الصور هتلاقي النتيجة بقت كان بقت اتنين اتنين اه خلاص الدورة راح لمين راح للوداد الى ان يأتي ريدا سليم يعني احنا قلنا ان هو جاب جون وصنع جون ريدا سليم بييجي في الديئة اتنين وتسعين وبيحصل على راكلة جزاء قلب قلب الصور اللي بعدها هتلاقي ان هو بياخد راكلة جزاء في الديئة اتنين وتسعين ودي اللي قدروا يحسموا بها بطولة الدورة مش بس كده ده هو اللي بيسجلها ببروت اعصاب رهيب فده بيدول ان هو شخصية لاعب كبير جدا جدا يعني لعيد انت شخصية اللعب مهمة جدا هالي اللعب ده حيستحمل الضغط بتاع النادي الان هي الحاجة التانية دكتور احمد ان جيش الملك المغربي ايضا نادي جماهير بيمتلك جماهير كبيرة في المغرب انه برضو عنده الكدر انه يلعب تحت ضغط الجماهير دي نقطة مهمة جدا طبعا دي اهم دي اهم من اهم النقاط في برضو نقطة تانية كابتن وسامة نقطة ان انت اللعب المغربي اصلا تجربه اغلبها نجحة في مصر انت انت مثلا جبت بدر بنون واظهروا الاتنين نجحوا مع النادي الاهلي وليدي الكارتي نجح مع برامد اشرف بن شرقي نجح مع نادي الزمالك فانت اللعب المغربي طبيعته قريبة من اللعب المصري فدي حاجة برضو بتساعد اللعب على تقاكله في رعوصر اللغة دي مهمة جدا تعالى بقى نتكلم على المراكز الناس بتسأل ايه المركز اللي بيلعب فيه وايه المراكز اللي لعب فيها ريدا سليم تمام ريدا سليم هات الصورة اللي فيها المراكز اللي لعب فيها ريدا سليم هتلاقي انه هو لعب في مسيرته 75 مباراة جناح يمين من 95 مطر يعني هو مركزه الاساسي جناح يمين زي ما قلت لحضرتك هو مستو انه هو دايما بيلعب نحية اليمين بس هو بروفايله قدل اماكن قدامنا اه الصورة اللي فيها المراكز اول صورة هتلاقي مكتوب بيان 75 مباراة ريت وينجر بلعب لعب 75 مباراة اه ليفت وينجر جناح شمال 14 مباراة ام بعد كده ليفت متفلد اللي هو ممكن تلعبه لعب وسط ثالث دا امام عشور كده نحية الشمال مطشين اه لعب وسط ايمن مطشين صنع علعاب لعب صنع علعاب مصر ومهاجم مصر مباراة اه فده ده بيقول انه هو مش لعيب عمقه خالص هو لعيب طرف دايما بلعب نقي تليلين هو مميز بالارسالة العرضيات اكتر مختلف شوية عن بيرسي تاو بيرسي تاو بيقب يخش في الجوة بيلعب بالقدم اليسرى فبيخش في الجوة لكن ريدا سليم لو جابنا كمان ارقامه في الكونفدرالية دي مهمة جدا جدا ايه ريدا سليم ايه اللي حيفيده للنادي الاهلي او ايه نوعيته مش موجودة في النادي الاهلي اهم رقم في ريدا سليم لعيد بدني كويس جدا ومعدل صناعته للفرص بيعدي ثلاثة وثلاثة من عشرة في المطش الواحد نجيب ارقامه يا شباب كده في الكونفدرالية برضو نعرضها ودكتور رحمد سبت معانا على الهوى عشان نستعرض ارقام ريدا سليم معانا دلوقتي هتكون حالا على الهوى يا دكتور ومتوسط العرضيات كابتن وسامة متوسط العرضيات الصحيحة معانا ارقام الكونفدرالية دلوقتي عدد المشاركات 28 مباراة لعب حوالي 2190 تاني هدف الدوري 11 هدف زي ما حقاك قلت اكتر من صنع هدف 10 هدف اكتر مساهمة في الهدف 21 هدف نسبة مساهمته في اجمالي هدف 42% حصل على كارت اصفر 6 مرات حصل على كارت احمر ولا مرة وحتة حصل على كارت احمر ولا مرة دي تاخدنا النقطة اللي فيه البعم قال انه هو عصبي وبيتنرفس بسرعة والكلام ده فالنهارده لغة الارقام كمان يعني موضحة مفيش ولا كارت احمر ليه لعبنا ريدا سليم دي نقطة مهمة جدا بس هو اخذ كارت احمر برضو في الكونفدرالية واما كانوا بيتكلموا على اخذها في الكونفدرالية واخذها في الكونفدرالية لكن في الدوري ما اخذها معانا دلوقتي بقى ارقامه في الكونفدرالية اه ارقامه في الكونفدرالية هي مهمة جدا ليه بقى بص حضرتك على الأرقام المهمة فيها متوسط صناعة الفرص ثلاثة وثلاثة ده رقم كبير جدا يعني لعب بيصنع أربع فرص مثلا أو ثلاثة ونص في الماتش الواحد متوسط العرضيات الصحيحة كل تسعين دقيقة ثلاثة وسبعة من عشرة ده مهم ما فيش لعيد وينج حاليا في نادي الأهل بيعمل العرضيات دي إذا انت ممكن تستغله في الضربات السابتة تستغله في إرسال العرضيات الكثير جدا الحاجة التانية هو العيد بدني فانت تبصت لايه مثلا هل هو مهاري ولا لا بيعمل المروغتين في الماتش ده رقم كويس متوسط برضو فوزه بالالتحامات خمسة وسبعة في الماتش ده رقم بيقول إنه بدنيا كويس ده برضو بيؤدي الدور الدفاعي بشكل جيد برضو مش هجومي بس ده حاجة لايئة عن نادي الأهلي نادي الأهلي دايما بيحب الدعب اللي هو بيهاجم وبيدفع كويس ده ستايلن نادي الأهلي أكثر في عندها تانية بتحب اللعب المهاري بس لما بيدفعش مثلا ما يقارب اثنين مليون دولار في بعض الناس كانت بتقولك إدارة النادي الأهلي بخيلة بخيلة إيه وانت دفع في رضا سليم اثنين مليون دولار ودفع في إمام عشور تلاتة مليون يعني صفكتين على بعض خمسة مليون دولار صفكتين ولسه صفكة المواجن كمان إن شاء الله المبالغ المدفوعة في اللعبة دي ده بتأكد أنا إن النادي الأهلي حطت عينه على مركز أكبر في كاسة عامل الأندية وزي ما قال كده كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الأخير إن إحنا خلاص اللي فات ده تاريخ وإن اللي جاي هو المستقبل إحنا منبص إن إحنا عايزين نجدد الدوافع عايزين إن إحنا نحط بقى إن نفكر في الموسم الجاي إزاي البطولات اللي هنقدر نحافظ عليها وإزاي ناخد مركز إن شاء الله أكبر فيه كاسة عامل الأندية أخيرا يا دكتور مع وجود رضا سليم مع وجود بير ستاو حسين الشحات أحمد عبدالقادر طهر محمد طهر هل ممكن مارسل كولر يغير طريقة لعبه الموسم القادم ولا هو يحافظ على نفس الشكل ويكون عنده يعني بدائل كثيرة في الفريق إنه يحتاجه على مدار يعني بطولات كثيرة في الموسم القادم سؤال جميل جدا لأنه إنت الوقت عندك بير ستاو ناحية اليمين وعندك حسين الشحات ناحية الشمال فأنت جبت رضا سليم أنا أعتقد إن حسب ظروف الماتش وإحنا عندنا ماتشات كتير جدا إنت عندك 73 ماتش في الموسم الجاي فلازم يبقى عندك دكة قوية الحاجات الثانية بالنسبة للتوظيف ممكن كولر يفكر إنه يلعب اربعة اربعة واحد واحد زي إن رضا سليم يبقى وينج والنحية الثانية حسين الشحات ويحط بير ستاو تحت راس الحربة في حالة مثلا لو أنت بتلاعب منافس أقل شوية في الدور المصري فأنت ممكن تكتفي باتنين ارتكاز مثلا زي أليو ديانج أو مروان عطية وجمجه وطمع عشور وتحطه قدامه بير ستاو في العمق ويبقى رضا سليم وإستن الشحات على الأطراف وقدام راس الحربة سواء راس الحربة أجنبي أو سواء كهرباء أو محمد شريه إذن النهاردة يعني توفر البداء لمرسل كولر دي حاجة جيدة علشان كسرة مرات الموسم القاتل طبعا وإنت كل ما بكل الفرق الكبير لازم يدعم دايما بسقوق ولازم يبقى عنده عناصر أقوى خاصة على الشرطة الهكومية اللوثاء آخر حاجة أنا حابب بس أوجه التحية للمركز الإعلامي بالنادي الأهل على اللي بيقدموه في البترة الأخيرة تحس إن أنت بتتفرج أو مستني فيلم سنما مثلا يعني أنت بعيد في الصفقة بتتفرج بيعملوا حاجات أنا شايف إن هم بيدخلوا حاجة في الرياضة المصرية أنا أعتقد إن الأندية المصرية بعد كده كلها البقاء هيقلد النادي الأهل في مضاعف حقيقة خلي بقى كل جماعير نادي الأهل دلوقتي بتنتظر الصفقات الجديدة عشان تشوف البروم الجديد للعبنا الجديد هيتعرض بشكل إزاي وأكيد كل اللعبين اللي يعني السابقين نالوا إعجاب الجماعير كلها أخيرا دكتور أحمد وحاك موجود مع أنا في استادي الأشبال وبنحل المباراة الناشئين معتز محمد لعب مباراة المصري تقلق يعني بشكل كبير أول مباراة ليه تحس إن عنده شخصية النادي الأهلي وإن شاء الله للمستقبل مكسب كير شفت ده معتز محمد إزاي وخاصة أنت كنت واحد من المعجب بيهم وإحنا دايما من حال المباراة معتز محمد دايما بتسني عليه معتز عنده ميزة النوع المدافع بيجيب براسه قوية مميز جدا في التحامات الهوائية قوي بدنيا أهم حاجة في ده كله الشخصية بتاعت النادي الأهلي موجودة فيه فدي حاجة هو عنده بعض النواس المحتاجة يشتغل عليها وأكيد هو لسه 18 سنة لعيب لعب عنده 18 سنة لما يلعب فريق أول في السن ده أعتقد أنه هي تديله خبرات كويسة ودايما بنقول إن قطاع الناشئين في النادي الأهلي واللات فالنهار ده عندك معتز محمد عندك محمد عبد المنعم عندك مصطفى شبيت عندك أحمد عبد القادر في حوالي 6 أو 7 لعبين ممكن أكتر كمان موجودين في قطاع الناشئين هم من قطاع الناشئين في النادي الأهلي وده برضو خلينا نقول فكرة الإعارة أن أنت لما العيب صغير ما يكونش عنده فرصة ممكن توديه يروح نادي مثلا أنت في الدور المصري يحتك ويكتسب خبرات ويرجع ده مش معناه أنه هو مستوى ليل أو معناه أنه هو مايلعبش في النادي لا يا جماعة كل الأندياء الكبيرة برشلونا مثلا بيعمل كده مع اللعيب المغرب اللي كان بيلعف كثمام الأفريقية الأخيرة برضو وداه أنه هو يروح ريال مايوركا ويرجع فكل الأندياء الكبيرة بتعمل الطريقة بتاعة النادي الأهلي بنشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد يعني كان تحليل مهم جدا للعبنا الجديد وصفقتنا الجديدة ريدا سليم اللي بنتمنى له كل التوفيق بنشكرك شكرا جزيلا ريدا سليم من أول مجرد وصول المطار القائرة شاف ترحب كبير جدا من جماهير النادي الأهلي في كل مكان إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية يقدر يثبت ذاته مع فريق النادي الأهلي ويلاقي كل الدعم يقدر يصنع تاريخ كبير جدا زي كل المحترفين اللي موجودين في النادي الأهلي سواء علي معلول اللي معلم بشكل كبير مع جمهور النادي الأهلي أو بيرستا وقاليو ديانج حتى بدر بنوني اللي لعب سنة أو سنة ونص في النادي الأهلي يعني كان أفضل ما يمكن فيهم إن شاء الله يقدر ريدا سليم يترك بصمة جيدة تذكره دايما جماهير النادي الأهلي الفترة الأخيرة دايما بنسمع عن شعبية الأندية الجماهرية كل نادي بيطلع يتباهى أنا أكثر شعبية أنا أكثر شعبية هي الشعبية مش كلمة بتتقال أو بتتردد لا هي كلمة بتتشاف الأول لما بتشوف على السوشيال ميديا حسابات النادي الأهلي على السوشيال ميديا سواء فيسبوك انستجرام تويتر كل حسابات النادي الأهلي سواء المركز الإعلامي أو قناة النادي الأهلي بتشوف ما شاء الله النادي الأهلي دايما في الصدارة ودايما لما بنشوف فيديو إمام عشور بيتعرض كم المشاهدات الكبيرة أو فيديو ريدا سليم بيتعرض بنشوف كم المشاهدات الكبيرة كم المشاهدات الكبيرة دي بتيجي من شعبية النادي الأهلي اللي هي الأكبر في أفريقيا وفي الوطن العربي وهنا في مصر علشان كده بقول لحضراتكم كلمة شعبية مش مجرد كلمة الحاجة التانية شوف مباراة بيراميدز مباراة السوبر المصري رغم انسحاب نادي الزمالك او اعتذار نادي الزمالك قبلها بـ 48 ساعة وكان المباراة نص الجماهير للنادي الاهلي ونص الجماهير التاني نادي الزمالك بمجرد انسحاب او اعتذار نادي الزمالك شوف المدرجات الفاضية لما اتطرحت التذاكر لجمهور النادي الاهلي في خلال 24 ساعة او كم ساعة شوفنا جماهير النادي الاهلي وهي مالية لستاد ونجاح مبهر ونجاح كبير جدا للسوبر المصري ده شعبية النادي الاهلي شوف النادي الاهلي لما بيطلع مباراة ودية او فترة اعداد او مباراة اعتزال احد اللاعبين في الامارات او في السعودية او في الكويت او في الوطن العربي باجمعه شوف شعبية النادي الاهلي وتوافد الجماهير الكبير جدا حط اسم النادي الاهلي جم اي حاجة هتلاقيها نجحة وانت مغمض عنيك مليون في المية ده بيجي من ايه؟ من شعبية النادي الاهلي علشان كده بقول لحضاراتكو شعبية النادي الاهلي مش مجرد كلمة بتتقال لا ده بتتشاف وتتحس في البداية علشان كده بنشوف ترجمة كبيرة جدا وحضور جماهير كبير جدا وتاريخ كبير جدا للنادي الاهلي الموضوع اللي جاي موضوع مهم جدا واحد من اللاعبين اللي انا بحبهم جدا واحد من اللاعبين المحترمين اللي على مدار ست سنين محدش سمع له مشكلة وقت ما كان بيتطلب في اي مباراة بتلاقيه موجود وبيؤدي اداء تحس انه هو ما كانش قاعد على الدكة خالص او بعيدة عن مباريات كان بيتمرم بكل جدية وبكل اصرار لما بتيجي الفرصة ولما بتيجي الفرصة بيقول انا موجود علشان كده مع رحيله كل جماهير النادي الاهلي قدمت له التحية وانا كمان بقول له شكرا لكابتن علي لطفي اللي معانا على التليفون شكرا لكابتن علي ومشاكل جدا على الكلام الجميل دوت وده شرف كبير ليه يعني واحد من الحراس الكبار في الكرة المصرية وكمان في النادي الاهلي على مدار ست سنين ما شاء الله ما فيش ولا مشكلة كل اللحظات اللي لعب فيها وكان موجود فيها كان بيقول انا موجود وبيؤدي نفس الدور اللي بيقوم بيه محمد الشناوي علشان كده يعني شفنا تحية كبيرة جدا مع رحيلك من جماهير النادي الاهلي مهزة محددة قلتها كابتن السلامة طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على حب الناس دوت وحب الجمهور وحب النادي دي اللي انا شفته في ست سنين دول حب غير طبيعي من الناس كلها وانا بشكر طبعا النادي الاهلي ما هو اداني الفرصة دي اللي انا اكون موجود داخل نادي جدير ونادي عظيم في النادي الاهلي واكون جزء لو حتى بسيط من تاريخ النادي الاهلي او اسمه كتف في ستجلات النادي الاهلي ده شرف كبير ليا وبشكرهم طبعا على على الفصل اللي انا قضيتها والحمد لله يعني كبتون سما هي دي كرة وهي النهاردة موجود في مكان بكرة مش موجود بس اهم حاجة اللي انت تسيب سيرة كويسة الناس تفتكرك بالخير فده اللي هون عليه يعني فالحمد لله ست مواسم مع النادي الاهلي لكن عالي لطفي المسم الحالي مسم يعني عمره ما هينساه عشان مسم استثنائي خمس بطولات ايضا شارك في كم بطولات كتير السنة دي مع النادي الاهلي وكمان ما دخلش مرموة ولا هدف في كل مبارات اللي شارك فيها والله الحمد لله كتبت يعني المسم ده اعتبرت ان احنا المسم بنسبالي زي ما حالت اقولت خمس بطولات واللي انت تنهي في مسم زي ده مع النادي الاهلي او تنهي كلاعيب بس كمشجع اكيد مش هتختلف عن النادي الاهلي انا كنت مشجع قبل ما اجي النادي الاهلي كنت مشجع لنادي الاهلي وبعا كده لعيب وطبعا اكيد حب النادي الاهلي مش مش هيتوصف وهيفضل طول العم فالحمد لله طبعا اللي بحمد ربنا على المسم ده وبشكر زمائي لللموس وجنب كتير جدا واسمه جنبه بعض في المسم ده درنا نحقق حالة قويسة للنادي وللتاسم النادي واسم اللعيب واسمها اللعيبة اللي موجودة واحنا بنعرض الفيديو دلوقتي يعني واللعيبة بيتودعك حب كبير جدا وعناك كبير جدا وده اللي جمع عالي لطف بكل العيب النادي الاهلي والله الحمد لله كابتن يعني انا الحمد لله اللعيبة كلها قريبة مني واحنا كلنا كمان حتى قريبين من بعض بس كان اليوم صعب شوية بالنزالي ان انا الناس اللي انا قبضيت معهم احلى سنين حياتي في الكورة ان انا يوم وليلا ان انا اكون مش موجود معهم ولا هدفة معهم على اسم النادي الاهلي فانا كان اليوم صعب بالنزالي وبتمنى لهم طبعا كل التوفيق الفترة اللي جاية وبشكرهم طبعا على الكلام الجميل كل واحد كتب حقي من اللعيبة والناس اللي كلمتني والناس اللي دعمتني من اللعيبة ومن الادارة ومن النادي ككل يعني فبشكرهم وبتمنى لهم التوفيق يا رب دايما والحمد لله يعني الواحد برضو ربنا كرمه راح نادي محترم نادي زد من الانديار محترمة جدا وليه مستقبل كدير جدا في الكورة المصرية والناس محترفة الى ابعد الحدود وعايزين يعملوا حاجة كويسة ومحترمة كليد اسمهم وباسم الادارة اللي موجودة وانا بشكرهم طبعا على ثقة اللي انا يكون موجود معهم فيها حتى لو انا شارك حتى في المشروع اللي ام عاديين يعني تدموه بالنسبة بسيطة فانا بشكرهم طبعا ويا رب يكون حاجة كويسة وواحد يقدر يقابل حاجة كويسة معهم علاقة الكابتن علي لطفي بكل حراس مرمى الناد الاهلي كانت علاقة اكثر من ممتازة محمد الشناوي مصطفى شبير مصطفى مخلوف حمزة علي كل الحراس وده يعني شفناه في مباريات كتيرة جدا منشوف علي لطفي وهو كمان الورقة الصغيرة وهو بيحضر كل الاعب وهو بيسدد ركلات الجزاء على محمد الشناوي هو بيحضر له وهو بيديله وهو بيساعده نفس الحال لمعالي لطفي كان بيحرص علينا الاهلي بنشوف دعم من محمد الشناوي مصطفى شبير لعالي لطفي علاقة كانت اكثر ممتازة على مدار ست سنين يا كابتن علي نعم يا كابتن علي نعم يا كابتن احنا بنتعامل مع بعض كاخوات يعني اي حد سنين كان بيبقى عنده معلومة الليات سيد السرقة والسيد النادي كانش بتأخر كلنا كان بنتعامل مع بعض على هذا الاساس واي حد فينا كان بيلعب وبيشارك كلنا كنا نقف داره وبيكون داعم لي فده كله عشان احنا بنلعب في نادي كتير اسمه النادي القال وبعدين انت بتلعب لعبة جماعية مش كاردة سردية وبعدين انت بيبقى وراك مثلا حوالي تسعين مليون اهلاوي ما ينفعش تقدم مصلحتك على مصلحة كل الناس دي ومصلحة النادي كلنا كنا بنتكلمش في كده مصلحة النادي هي الاهم اي حد فينا يكون موجود وبيشارك لازم الكل يبقى داره اهم حاجة كان عندنا اللي احنا نكسب المطشاط وناخد بطولة ونرفع اسم النادي وده كان اهم حاجة عندنا والتعامل بيننا كان على هذا الانتاس كنا بنك مع بعض على طول كده فالحمد الله المعاملة الطائبة اللي كانت بيننا دي ظهرت بشكل كويس وفادت النادي وفادت اللعيبة كمان كل اللعيبة اللي كانت موجودة فانا باحمد ربنا سبحانه وتعالى على الفترة اللي انا قبضتها والحمد الله يعني الواحد صارت برضو بشكل كويس والناس كلها تتكلم بشكل كويس عليه فانا باحمد ربنا على كده فالحمد الله ميشيل يانكني يعني كان بتجمعه ايضا علاقة طيبة معالي القطفي ويعني واستفدت منه بشكل كبير كابتن علي طبعا ميشيل من المدربين سهلا المدربين المحترمة وانا استفدت منه كتير كتا كل الحراس يعني اللي موجود استفادت منه وانا بشكره طبعا الفاضل اللي انا قضيتها معا كانت استفدتني كتير كتا في حاجات كتير وكنا مع بعض علاقة يعني كنا احنا بنتكلم احنا اسرة مصغرة جوه اسرة الناد الاهلي واسرة خراس المرمى وكنا بنتعامل مع بعض كابه واولاده واخر كتير واخواته الصغيرين وكان مع بعض دنيا كويسة جدا وراجل من الناس المحترمة ومتفهم جدا ان حتى لو حصلت اي منواشات بيننا او بين الاسرة دي فلا تتلمى بسرعة واكيد مبقاش بحد قصد انه يدعل اي حد بس لأ كان راجل متفاهم جدا وكان معانا بمثابة اخ اكبر كابتن عن الوط في ست سنين مع الناد الاهلي صح كده اه كم بطولة بقى مع الناد الاهلي في ست سنين الحمد لله يعني اربعة دوري وثلاثة كاف سوبر واثنين كاف مصر وثلاثة افريقيا واثنين برونزية تعالام البطولة البطولة الاغلى العالي لطف عمره ما ينساها البطولة الاغلى اكيد طبعا البطولة التاسعة بتاعة افريقيا طبعا كانت اغلى بطولة بالنسبة لي والنسبة اللي عيبة كلها حتى لو سألت اي لعيز لانك بطولة بحبقة كنت بتلاقي ابنال كتير زنال الزمالك وكان اول مرة تحصل ستلاقي ابنال الزمالك في نهاية افريقيا وكان الموضوع صعب جدا بالنسبة لنا اللي احنا بقالنا فترة يعني احنا اخر خمس نسخ احنا بنطلع نهائي وكان قبلها نسختين كنا نهائي وما اخدناش البطولة وكانت التراجي والوداية كان الموضوع صعب بالنسبة لنا اللي احنا لا ما عايزين نحقق الحلم بتاعنا احنا عايزين نحقق بطولة افريقيا وكان كان ماتش صعب جدا وكان من احسن المشتر وكان متأحسن البطلق يعني اللي أنا حضرتها معنا الآن وإحمد ربنا عليه أحلى تصديات علي لطفي اللي ما ينسهاش معناد لها أنا ممكن أقولها لك بس أنا أسمع رأيك على الهوى أفضل تصدي لعلي لطفي هو في كاس العالم منطيري لأن كانت واحد صفه كانت كنت كان الكرة كانت آخر دعية في المباراة ولو كنا تعادلنا كنا نتشف في متاهات تعنيها فالحمده اللي أنا ربنا كرمني وماتش الزمالك برضو في الديربي في كورتين البيلين والكرة الأخيرة في أخير ديقة برضو فالحمده اللي يعني فيه كذا ماتش بس دول أهم ماتشين لأنه ماتشين ماتش ديربي وماتش في كاس العالم اللي عندي علي لطفي يقول إيه النهاردة الجمهوري النادي الأهلي أنا طبعا بشهور جمهوري النادي الأهلي على الدعم دي بشكل خاص بطر الست سنين أي مباراة كنت بتحطي فيها بلاقي دعم كبير جدا من الجمهور كلهم كانوا فين في داري فبشكرهم ويا رب ما يكونش أحد زعلان مني أقدر تحديد من الجمهور فأنا أسف له ويا رب كده بناج معنا على خير وبشكرهم طبعا ومش لايك طبعا كلام أقوله إن جميل أهلي هو رقم واحد بالنسبة لنا بالنسبة يعني لنادي الأهلي هو رقم واحد وهو الداعم الأداسي للسريق فأنا بشكرهم وإن شاء الله طبنا أكرمي النادي الفترة اللي جاية بدعمهم وحكمهم للنادي وزي ما حدثك قلت أنا متابع حدثك في الحلقة شعبية النادي الأهلي في كل مكان إحنا كنا بنروح لو رحنا فين في أي بلد بنلاقي باسم الله ما شاء الله يعني نقول النادي الأهلي في كل حتة ونبقى الأستاذ متقفل وشعبية النادي الأهلي لا شعبية النادي الأشعبية جديدة وبشكر جمهور الأهلي على دعمهم في أي مكان كنا بنروحهم وبشكرهم بشكل خاص على الفترة اللي أنا قبلتها ودعمهم وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق فهمتك الجديدة مع نادي زد ونشوفك إن شاء الله قريبا في متخب مصر كابتن علي وبشكرك على حدثك بإثناء فرصة اللي أنا أدخل محادثك المهاردة وأخذ الفرصة إن أنا أشكر النادي الأهلي وجمهور النادي شكرا جزيلا كابتن علي لطفي حارس مرمى الأهلي السابق وحاليا حارس مرمى نادي زد واحد من الشخصيات المحترمة بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق ومهمته القادمة نروح لفاصل وبعد الفاصل حارس مرمى الأهل السابق والمشرف العام على حراس مرمى النادي لأهل الكابتن أحمد ناجل مش هقدر أقول كلام أحلى من الكلام اللي كاتبوا فريق الإعداد عن واحد يعني أنا أشكرهم جدا أنا أعتز بيهم الكابتن أحمد ناجل منهارنا كابتن ناجل حبيبي عسامة والله يعني انت غالي وأنا كان مفروض لكو نايم بالوقت عشان شخصينا بيبدأ ستاعة خمسة ونصف الصبح فتعودت على نظام حياة جديد خالص إن أنا لو صلي المغرب وأنام وبعدين أقوم قبل الفجر بشوية عشان أنا هصلي لعيشها وأصلي لكعتين كده وأصلي الفجر وأنزل على النادي قطاع الناشئين شقل بالنوعيدة أنا مستمتع جدا بالتغييرة دي ومستمتع جدا بالشغل في القطاع أنا مش جديدة عليها شغل في القطاع أنا ببدأت فيه وبنهي فيه الحمد لله وأنا حابب أبدأ الحكاية من أولها علاقة الكابتن أحمد ناجي بالنادي الأهلي وأول يوم دخل فيه كابتن أحمد ناجي بالنادي الأهلي دي قصة كبيرة جدا في الاختبارات عادي يعني أنا جيت من كانوا مجموعة من دايما أقول القصة دي مجموعة من كفر الدوار جايين يختبروا في النادي الأهلي بس كانوا مخبين علي السم عرفت فقالتلي لازم تروح وأنا كنت لعيب في نادي غزل كفر الدوار بالبلعب يعني لعب الأول قبل حارس مرمى؟ لا 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 كنت حارس مرمى نادي غزل كفر الدوار في المسابقات ومع الفريق الأول بقى بقى احتياطية أحياناً يعني في الدرجة الثانية جاي من يعني يعني العيب حارس نادي نادي غزل كفر الدوار كان في الدرجة الثانية جيت لاختبارات كنا في رمضان ولسه كنت بفكر الكابتن باليوم ده لأنه كان موجود في الملعب كابتن محمود الخطير كان جاي عمل عملية غدروف في لندن وطبعا كان اللي بيجهز بقى اللعيبة زمان ما كانش فيه بقى زي اليومين دول كان ينزل اتمرأ مع الأجبال شوية عشان يجهز معاه خفيف آه وكده وكان الكابتن طه الله يدي له طول طول عمر الكابتن عواضي اللي بنا ارحمه والكابتن عسام عبد منعم هو اللي كان مدرب الحراس فوصلنا طبعا اتفاجأوا بي المجموعة دي اللي هما كانوا مخبيين انه هما رايحين وبقى أمر واقع يعني فالوحيد اللي اتاخد هنا وهما ما كانش يعني هما بلغوك من المعاد هما رجوا وكان فيهم العيبة اللي قابت في الدورة الممتاز اه فإذا كان أول يوم في النادي الاهلي وبعد كده بقا كابتن طه قال ليهم يعني إن أحمد عنده مكان عشان كده هنأخذ وعنده مكان في القرأة فكان فيه الحن اللي في الأولمبي بعد كده قال له اللهenting لا معندهش مكان ولا حاجة درم كفر الدوار معندهش حد هنا قريب فالكابتن طه قال له لا أنا عارف إنه عنده مكان عشان كده هنأخذ أنت كويسين على مدار بقى مش عايز اقول لك حوالي سبعة تمانية ربعين سنة من جدران النادية طب فاكر اول مرتب وانت في الناشئين خد توكين كام بص هي كانت كتانة وخالق ده ظل اكسبشن يعني كنا بناخد حوالي تمانية جنيه شهري بس تمانية جنيه ده كان مبلغ قوي جد مبلغ كبير وانا بزعل من الناس اللي بيقولوا ايه ما كناش بناخد فلوس زمان لا كنا بناخد فلوس وكل اسبوع كان الكابتن عوضين يدينا انا وخالد خمسة جنيه عشان نروح بقى وسط البلد ونخش سينما ونأكل في محل كده قدامي من السينما ويعني بساس ان احنا مغتربين وبتاع فكان بيفرفشنا يعني فالخمسة جنيه دي كان بنقعد نحارب عشان نصرفها ونرجع فيها باقي فلا يعني كان تعرف النادي الاهلي طبعا دايما الحتة النفسية دي والمعالجات النفسية دي كانت من زمان موجودة وتعلمنا من اساسيتنا طبعا ازاي ان ده مهم جدا بالنسبة لحد مغترب او حد جاي وانت طبعا من تعيشت نفس التجربة ونفس الحكاية يعني اول مباراة او اول تمرينة مع الدرجة الاولى طبعا تفضل واحد فاكرها مدى حياته ما يدرش ينساه اول تمرينة او اول مباراة هو طبعا احنا كنا كان في تجربة يعني هي كانت غير مسبوقة في الايامنا كان كابتن جهري الله يرحمه عمل فريق اسمه فريق الامل اللي هو بقى البي تيم دلوقتي او الريديف او يعني فريق الشباب هو كان سابق يعني مطعم فريق الشباب اه اه فكنا يعني بيبقى زي ما يكون كده ايه اه عرض للعيبة اللي هي اللي النادي يعني بيتوسم فيهم انهم يجبوا مستقبل النادي اه فكنا بنطلع نتمرن كانت مجموعة بقى كبيرة اه عالي زور الصغير و اه اه لعيبة كتير جدا لعيبة يعني متحة مصطفى رحمة الله عليه كلاني رحمة الله عليه فمجموعة كبيرة من اللاعبين نبيل بحتيتي اه محمد عبدالسيمية كل دول الناس اشتغلت برضو كمدربين وموجودين في السوق يعني اه اه اول تدريبات كانت قبل مباراة البلاستيك في استاذ القاهرة كان فيه ثابت اكرامي عندهم الاثنين حاجة وكنت انا والله يرحمه كابتن عدل عبدالمنع اه الله ارحمه فالاختيار هيبقى بين واحد مننا اه فالاختيار واقع علي انا والعبت مباراة البلاستيك في استاذ القاهرة كانت بلاستيك واتها فريق كبير اه طبعا والعبت المحلة في المحلة والعبت اسكو في استاذ القاهرة دول اول ثلاث مباراة ليه وانا تحت 18 سنة كانت مباراة بلاستيك اول مباراة اه اول مباراة في استاذ القاهرة وانا تحت 18 سنة طب اول مكافأة وانت في النشيكة تمانية جنيه اه مع الدرجة الاولى بكات كانت كانت زاد المرتب شوي ولا؟ اه زاد لا زاد بقى دخل في الاربعينات والخمسينات اه 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 واول مكافأة اللي هي كانت كاس مصر اه اه 78 اللي احنا كسبنا 4-2 كنا مغلوين الشوت الاولاني 2-0 4-2 اه اه اللي نزل كاتن خطير ونزل جمال عبد حميد وطهر الشيخ ايوه مباراة شهيرة طبعا واتقلبت بقى رأسا عالعقب خدت مكافأة كاملة؟ حوالي 870 انا خدت 870 اعملت ايه بقى بالفلوس وقتها؟ اه بحت بقى بيطت البيت عندنا كان جير بقى عملته زيت وجبت بقى تلاجة وغسالة كان مبلغ يجيب حاجات كتير يعني كان يجيب حاجات كتير اه وطبعا انا يعني كملت بعد كده لحد سنة 82 ثم بعد كده انتقلت للترسانة ولعبت فيها خمس مواسي بعد كده انتقلت للسويس وبعدين رجعت على النادي الاهلي مدرب في القطع المشيئ وكانت دي البداية الحقيقة باه في التدريب للكابتن احمد ناري طبعا يعني اشتغلت سنتين في السويس مع كابتن محمود السايس رحمة الله عليه وبعد كده يعني كانت فيه ظروف كده جيت النادي فقابلت الكابتن صالح فقال لي احنا بندور عليك انت فين تقف الخليج قلتولي انا موجود فقال لي روح للكابتن صفط رحمة الله عليه كابتن صفط رحمة الحليم في الملعب ويعني اشتغل معه على طول وكانت هنا بداية بقى ان كنت انت بقى من كتاكيت كنا لسه كابتن احمد نجي الفترة دي يعني رغم العروض الكتير في الدور الممتاز وخارجيا لكن فضل يكون متواجد في بيت وفي نادي الاهلي انا بعد الكابتن ما كلمني زي ما كنت مصورة عروض وضربت كابتن يعني خلاص بقى قال لي انت معايا الفترة اللي جاية خلاص وهو ده كان يعني مشروع بالنسبة لي انا بفكر فيه من فترة يعني لكن جات بقى عروض من المصري ومن بيراميدز وكذا عرضي يعني ولكن اعتذرت ب يعني لاني طبعا المكان ده كنت انا يعني مركز ان انا حنهي حياتي فيه ونعمل كوادر كويسة اذا الفريق الاول يحتاج لمدربين حيبقى فيه مجموعة مدربين كويسة ان شاء الله يعني لو النادي يحتاج مدربين من ولاد النادي هيكون ان شاء الله جهزين ان شاء الله يعني الكابتن احمد ناجي وهو شغال في قطاع الناشين مش عينو على حراس المرمى بس انت عايز تخلق برضو كوادر من المدربين لا احنا عاملين يعني ورش عمل اسبوعية للمدربين كويس اول وبنشتغل بطريقة يعني اللي هي تناسب المدرن فوتبول الكرة القدم الحديثة ان كل الناس بتشتغل بشكل يعني فيه توافق مبيني وبينهم بقدموا برامجهم الاسبوعية وبنتناقش فيها في المحتوى وكده وبنتباحهم طبعا مجموعة مدربين على اعلى مستوى كابتن خالد عثمان في 2003 كابتن تامر الدسوقي 2005 كابتن ابراهيم عبدالجوال 2007 كابتن مصطفى عبدالعظيم 2008 كابتن احمد الهادي 2009 زائد بقى البراعم طبعا بيساعدني كابتن ابراهيم عبدالعزيز اضافة مهمة مش عايز اقولك هو على المستوى الفني طبعا ده مدرب منتخبات ومدرب عندية كبيرة في الدور الممتاز وهو كان نفس المشاعر اللي انا حاسس بيها هو حاسس بيها عايز برده يرجع في النادي ويني حياته في النادي وانا لما عرضت عليه الشغل يعني فكانت مفاجأة بالنسبة لي انه هو وافئ يعني لانه كان برده عنده منصب في نادي فيوتشار كويس انه مشرف قطاع الناشئين في الحراس المرمى في نادي فيوتشار فوافئ فكانت بالنسبة لي حاجة يعني ساعدت بيها جدا 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 وهو مش باعتبره معي في البراهيم بس هو معي في كل الفرق توليفة حلوة منها كابتن نادي لا طبعا توليفة جميلة كمان القطاع الناشئين عندنا برضو تلت مدربين كابتن عاصم وكابتن محمود وكابتن فاتحي بيشتغلوا مع كابتن براهيم برضو دول البراهيم اه طبعا وعايز اقولك انه انه التنافس مبين المدربين قبل الحراسة يعني عملنا جو كده من التنافس وكل واحد لان عملنا لهم دوافع دوافع للمدربين على الشاس انه هو يعني هم صغيرين في السن مش كبار يعني في الاربعنات اه اه لا يبقى عنده طموح انه يبقى يعني في فرص ان شاء الله تكون جاية ليهم اه فاحنا بنشتغل بروح جميلة جدا وروح دي صورنا اه لما زورتنا في الاختبارات اه ما شاء الله كان اعداد كبيرة جدا طبعا بنسعد بالعمل مع كابتن خالد بيجو مدور القطاع وكابتن بدر رجب طبعا المدير الفني اه من ولاد النادي وناس عندها حرص كبير جدا ان هي تعمل اه طبعا كابتن خالد بيجو سبقنا بتلات اربع خمس سنين اه طبعا هي اه جو يعني للعمل مش طبيعي اه طبعا كابتن بدر قيمة فنية كبيرة جدا 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 لانه اه في المجال ده بقى له يمكن اكتر من تلاتين سنة اه اه قبل ما يروح الامرات وهو في الامرات ورجع فطبعا عنده سمعة في العمل في قطاعات الناشئين وان شاء الله مستنين من التيم ده كله ان يبقى في مردود كويس ان شاء الله طالعته بقى بالعداد الكبيرة اللي جات سواء في مدينة ناصر او في المحافظات روحته السويس روحته الشرقية ابو كبير روحته المنوفية المنوفية اسكندريق لفيته محافظات كتير ولسه ولسه في محافظات جاية تاني كبت ناحق المنوفية كبت ناحق من ناجي بقى خاصة حراسة المرمى يعني تلاتوا بحراس يعني ان شاء الله يكونوا مستقبل من الادلالي وفعلا في مواهب في حراسة المرمى اه طبعا في اه يعني احنا طبعا عايز اقولك ان احنا عندنا في القطاع يعني هتبقى المقارنة صعبة لان عندهم عدد ساعات شغل كويسة وهم يعني انا عايز اقولك ان عندي مش اقل من سبعة تمن حراسة العابدرج اولى ما شاء الله اه يعني اه في الفين وتلاتة والفين وخمسة والفين وسبعة والفين وتمانية والفين وتسعة حراس كبار يعني مش عايز انسى اسم اي حد فيهم لكن او او مش عايز اقول اسم اي حد فيهم دولا اه طبعا لا لهم فعلا حراس متمايزين جدا 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 جدوا في منهم اه طلع تمرر مع الدرجة الأولى وضاي حازم اتمرر مع الدرجة الأولى فتراته وطارق اتمرر مع الدرجة الأولى فتراته اه فيه حراس كتير اه يعني انا فجأت بمستوياتهم وطبعا من خلالك باشكر الفترة اللي فاتت في 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 المسؤولين عن تدريب حراس المرمى في في القطاع لأن فعلا أنا نقيت مجموعة كبيرة جدا متمرنا تمرين جيد جدا وطبعا إحنا هنكمل كل اللي اتعامل ونحاول إن شاء الله يبقى فيه يعني قاعدة من حراس المرمى إن شاء الله هي طبعا طولي للعمر النادي الأهل متميز بحراس المرمى لكن الفترة اللي جاية تكون كمان أميز إن شاء الله في الفترة الجاية الجديد اللي كانت الناجي رسمه ومخطط له يشوفه في قطاع الناشئين كان بيحلم به طول عمره ما شاء الله من خلال مشوار طويل بقى مع النادي الأهل الدرجة الأولى أو منتخب مصر ورحلة نجاحة أو مع الأنبياء الأخرى اللي الكابت الناجي عايز يشوفه أو عايز يحققه مع قطاع الناشئين بيحط العصارة بتاعت الخبرات فيه أنا بحلم بمركز تكوين لحراس المرمى في النادي الأهل يعني مركز يكون فيه 70-80 حرس ما شاء الله ويبقى مصنع للحراس زي مثلا ريال مدريد ومنشستر أنا كلمت في الموضوع ده كتير أن منشستر نايتد عنده عدد كبير جدا من الحراس مثلا حوالين العالم منهم 3 حراس في الدورة الإنجليزية منهم حارس يمتلككم منشستر أبقى وممكن مايرجعوش بس هو طول الوقت بيعملوا إنكم يعني بيجيبوا فلوس للنادي بيعملوا بالانس ما بين اللي بيتدفع وما بين اللي فيعني مثلا لو أنت هتشتري بمئة مليون ولا بمئة وخمسين مليون ومجالك خمسين مليون من قطاع النشقين ببقى عندي دول هما اللي بيدخلوا لي الفلسة ممكن أشتري يعني يبقى الهدف الأساسي إن انت لو فيه دروب في حراس المرمى النادي يلاقيه في قطاع النشقين حراس وفي نفس الوقت تبقى قازا كوميرشل يعني من ناحية تجارية إنه انت كرة القدم طول الوقت نقول صناعة 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 وهي في الحقيقة الأندية بتصرف أكتر ما بتكسب فنفسي في يوم الأيام إن مركز حراس المرمى دا يدخل مواهب للفريق الأول ويدخل دخل كمان للنادي ويبقى هنا عملنا دور كويس يعني عملنا دور فني ودور تجاري وده اللي موجود في كل العالم في فرق بقى الريديف وفرق البي تيم واللعابة اللي بتعار يعني أحيانا اللعاب بيعار وما يرجحش تاني يقعد عشر سنين يجيب فلوس للنادي أنا عندي أمل كبير إن أنا أعمل المشروع بتاع مركز التكوين ده بتاع رأس المرمى وإن شاء الله يمكن ياخد وقت شوية لحد ما الفكرة تبقى لأن هي محتاجة رعاية ومحتاجة يعني ميزانيات كبيرة لأن انت تبقى يعني عندك أعداد ومحتاجين أماكن وتغذية وحاجات كتير يعني ده لما يدرس بشكل كويس إن شاء الله يبقى المشروع ده هو اللي في الزهن يعني واحد من ولادك اللي اتمراره معاك ودائما وانت حتى لما كنت مع منتخب مصر الأول كنت دائما حريص يعني كابتين أحمد ناجي وهو منتخب مصر الأول مش مكتفي بحراس الدور الممتازة اللي بتابعهم عشان مرحلة بتاعته لا كابتين أحمد ناجي عينه على حتى مسابقات الناشئين مسابقات الجمهورية ما بيسمش ملعب غير ما يلف ويقعد يتفرر مصطفى الشبير واحد من اللي انت كنت دائما حتى وهو لسه ولد صغير هو لحمة وحمراء كنت يتبوح وتتفرج عليه وتقول الولد ده طبعا فيهم اللي أم هيبصر والناس كنت بتفتكر إن أنا بجامل أحمد لكن طبعا لا يعني أنا أساسا كنت ساكن زمان في مدينة نصر جنب النادي فما تشط كان من كابتون عدل عبدالرحمن هو المسك الفرقة اللي فيها مصطفى فلوها عاود وراها واشوف إيه الشخصية العجيبة دي إيه القوة اللي طالع من حتة عيل لسه في اللفة يعني فلا كان بيعجبني جدا وكان كان كاراكتر واضح إنه هو حيبقى حاجة يعني كويسة وطبعا توقعاتي الحمد لله ما خيبش يظنني مصطفى شوف توقعت إنه بقى بالشخصية دي في نهاية أفريقيا يعني لو خد مدموعة مبرات كتير بس نهاية أفريقيا دي أنا ليه حواديث عندي بعد الخمسة صفر بدقيقة كتبت إن إحنا أبطال أفريقيا يعني بعد الخمسة صفر بدقيقة كتبت إن إحنا أبطال أفريقيا وما تقلقوش ولما محمد تعور في الموراة النهائية قلت أي حد هيلعب عايبقى زي الفل إنهما واضح إنهما أخذين شغل قويس جبت الثقة دي مني الثقة دي يجي عندي من كذا حاجة يعني أولا المجلس إدارة محترف جدا بيعرف يتعامل في الأزمات اللي زي دي وبيهدوء وما فيش المفعال اللي أولا الكتاب اللي إحنا بنشوفه ده لا يعني الكابتل محمود عنده تجارب كتير مجلس الإدارة طبعا متعاون جدا ومتفاهم جدا وهو ما بيبانش اللي في اللحظات دي يعني في حظات الفرح وليلي مش عارف إيه هو تلاقيها تورا في اللحظات اللي هي زي الأزمات دي وإنه تلاقي تاني يوم في الملعب وقا فوس للعيبة وبيقول كلام غريب جدا أنتوا الأبطال وأنتوا بيدي يعني موتيفيشن هيلة جدا وده يعني مش غريب على واحد هو نفسه عاش نفس الأجواء يعني وإحنا العيبة يعني حصل لنا عصرات وحصل لنا انكسارات وكان بنتلع منها لأنه نادي الأهل نادي كبير طول الوقت كابتين أحمد ناجي بدون قطع كلمك بعد هزيمة الأهل من سندونس وبدأت كل بقى يبدأ يسن سكاكين ويقطع في اللعيبة ويقطع في الإدارة وعايز يهدم المعبد وكله نس اللي فات وكان مستنى اللحظة دي كابتين أحمد ناجي يعني كان بيطلع في البرامج الرياضية وكان داعم ومساند وكان بيقول لا النادي الأهل قادر يرجع ومحمد الشناء وحارس كبير والأهل إن شاء الله هياخد البطولة آه وبرامج كحصل فيها يعني ايه منوشات شبهة الخناء طبعا منوشات ازاي انت جايب الكلام ده منين ازاي بيكلم ده انت عم مش عايش معنا بس أنا كنت عايش جوه النادي الأهلي ومترب جوه النادي الأهلي اللي هي بتاعة لعيبة النادي الأهلي ومتى بيستنفروا ومتى بيحصل التحدي اللي اللي احنا شوفنا ده وخصوصا مع يعني الاكتماسفير اللي هم عايشين فيه والجوه الاحتراف اللي هم عايشين فيه آه مش موجود في أي مكان يعني والتعامل مع مع الحاجات الحلوة والحاجات اللي فيها دروبات والحاجات فيها تعامل راخي جدا وعمرك ما شوفت ان فيه لعيب آه اتهان أو حي أو تقل منه أو مهما كانت الظروف فدي طبعا بتدي بتدي ثقة كبيرة لللعيبة لأن طبعا احنا دايما في علم كرة القدم بنقول محاولات النجاح بتعمل اتزان ومحاولات النجاح ما أكثرها في النادي الأهلي وده طبعا على مر العصور الله يرحمه فريمور التاجي كابتن صالح كابتن عبدو كابتن حسن حمود طاهر كابتن خطيب كل الناس وإن كان طبعا يعني فيه تفاوت في احترافية الإدارة يعني ولكن هو يعني دايما مشاكلنا جوه القضاء بتاعتنا ما فيش ما فيش حاجة بتبقى يعني فيها يعني والنادي الأهلي ما بيوع بيتعود بيقوم بسرعة والواعات بسيطة يعني والواعات مش كتير يعني انت لو شفت بطولات النجاح المقارنة ثم بالبطولات الاندية كلها هتلاقي نسبة كبيرة يعني 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 الاندية كلها مجتمعة في بطولات طبعا النادي الأهلي بيعديهم طبعا طب ده بياخد نبقى السؤال تاني السؤال اللي بيطرح نفسه كل واحد يتكلم يقول لك الشعبية وانا قلت الشعبية مش مجرد كلمة الشعبية دي يعني بتتشاف بتتشاف لما تلاقي مباراة للنادي الأهلي في الخليج بتتلعب كابتين احمد ناجي ما شاء الله كان مباراة كتير سواء في الامارات او في السعودية مع النادي الأهلي وهو مدرب بالحراس من ونادي كم الجماهير الكبير اللي كون متواجد لجمهير النادي الأهلي اخرهم كمان بعد اعتذار الزمالك في السوبر المصري ودخول بيرامد التذاكر بعد 24 ساعة الجماهير كانت مالية للاستاذ جمهير النادي الأهلي لا انت هو يعني عندنا دلوقتي شركة تذكرت اللي هي بتبيع التذاكر هم يسألوها هي هتقولك النسب الحقيقي النادي الأهلي طبعا فيه اندية شعبية كتير وعندهم جماهير لكن النسبة بعيدة يعني الحقيقية النسبة الحقيقية لو انت فيه شركات متخصصة وقالت أرقام أزعجت بعض الناس يعني الأرقام يعني فيها يعني 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 نسب كبيرة يعني مش تغيرها بدليل احنا بنشوف دلوقتي بتقولها بتقام في السعودية فيها نادي الزمالك نسبة الجماهير مش كبيرة لا مش كبيرة لكن لو رواح النادي الأهلي ممكن الاستاذ دا يقع من الجماهير لا دي مواضحة جدا والزمالكالوية العقلاء يعني عارفين كده كويس لا وآخرهم كمان كانت المباراة الأهلي مع الهلال السعود أنا طبعا ما بحبش أتكلم بالأسلوب دا لأن النادي الزمالك نادي كبير طبعا وغانب جماهير وشعبيته لكن لكن النسبة يعني ما تقدرش تقول ان خمسين خمسين أو ستين أربعين أو سبعين تلاتين ممكن تكون أكتر من كده يعني دي حقيقة وواقع وفي الشركات الأحصائيات متخصصة آه عملت الإحصائيات والأرقام يعني ما عجبتش يعني ولأ وحتى كابتل ناجي لما تشوف الرعاة كمان وإقبالهم على النادي الأهلي أكيد لأن ده منتج أنت أساساً الرعاة بتروح لإيه بتروح للمنتج الرائج اللي هو حيكسبها آه فطبعا انا شايفين ما شاء الله ما شاء الله على اكتشارة النادي الأهلي والشرط وممكن يبعى الشراب بعد كده فلا يعني ربنا يزيده ويبارك لأن النادي الأهلي تعب ونتيجة التعب ونتيجة الحفاظ على الكيان ونتيجة الحفاظ على المستوى الأخلاقي آه يعني برضو أنت نادي ما عندكش مشاكل ما عندكش النزاعات ما عندكش أن أنت ممكن في لحظة المجلس الدارة يمشي ويتعين الناس فالشركات الرعية هتتعامل مع مين مع القديم ولا مع الجديد برضو الحاجات دي تبقى محسوبة يعني أنت يعني رقيك ومستوىك الأخلاقي كنادي وككيان بيديك اوبشن أن كل الناس تبقى عارفة أن فيه هنا استقرار وفيه هنا برطولات وفيه هنا ناس بتقود بشكل تحترم العقود طبعا أكيد كابتن أحمد ناجي في تاريخه هو مدرب لحراسة المرمى إيه القرار اللي خده الكابتن أحمد ناجي وراهن عليه وكان ممكن يكون المدير الفني عنده قلق شوية منه في اتخاذ القرار دا لكن الكابتن أحمد ناجي كان عنده ثقة كبيرة جدا هو طبعا قرار إشراك محمد الشنوف كاس العالم يعني ده كان قرار صعب يعني كان خفت ولو لسانية أنه ممكن ما تبقىش موثب القرار ويتم انتقاد الكابتن أحمد ناجي ولا كنت أنت عندك ثقة كبيرة في إمكانياته طبعا عندي ثقة في إمكانياته دي مش عشان كده أنا اخترته ومعه الحضري يعني فأكيد يعني كان فيه ثقة في إمكانياته وكان عندنا فترة طويلة في إيطاليا معسكر كبير شهر فعشنا بقى الحالة الفنية والبدنية والزهنية والنفسية وكان متفوق جدا على أقرانه وكان مع شرف إكرامي وكان مع الحضري وكان فيه بقى طبعا شده جذب ما بينه وبين مستر كوبل كل يوم يمكن عدنا بتاع أسبوعين هو بيقول إنه ما عندوش ولا مبرادة ولية ما عندوش ملعبش لا يمكن آخر حاجة أمام البرتغال هي دي بقى اللي بعدها جاء مستر كوبر قال لي يعني جوه هدي خلاص وكانت بداية كويس طبعا اليوم المبرادة ما نمتش ولا دقيقة لأن كل دقيقة شايف سوارس رايح له شايف في كوابس بتحصل كفاني داخل علم خرق في كوابس بتحصل ولكن بعد المبرادة ما حضرتش ما حضرتش أي حاجة ولا أي احتفال ولا أي حاجة لإني بعد المبرادة خمس دقايق كنت في السرير في سابع نهم لأنه ولا دي إجابة النزل خلاص نعلي اسمح لنروح لفاصل يا كابتن ناجي فاصل سريع وبعد الفاصل عايزين نتكلم عن الأسرة وعن الأحفاد خاصة الفيديوهات اللي عسوش المدى مكسرات دنيا بالنسبة للأحفاد نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل المستمرين مع الكابتن أحمد ناجي أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كان فيه زيارة مهمة جدا لمستر كولر والجهاز المعاون ليه لفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس هتكون معنا الصور دلوقتي كانت زيارة مهمة طبعا كان فيه اجتماع مع الكابتن زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم كل الجهاز المعاون وايضا المترجم الدكتور خالد وال آآ السيد أحمد النحاس مدير الفرع مستر كولر كان حريص النهاردة انه يتفقد وطبعا في وجود الكابتن محمود الخطيب وكان فيه اجتماع يعني مهم النهاردة مع كابتن محمود الخطيب ومستر كولر والتحضير دايما مستمر للموسم الجديد لكن كان مستر كولر وجهازه المعاون كانوا حريصين النهاردة يتفقدوا فرع التجمع الخامس محمد النحاس آآ ما شاء الله ما شاء الله حاجة يعني عظيمة جدا فرع التجمع الخامس وشوفنا الافتتاح الكبير اللي عمل كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وكان افتتاح يعني يليق بالنادي الأهلي فرع التجمع الخامس يعني من هنا بقول وبناشد كل عائلة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي أي حد حابب ينضم لعائلة النادي الأهلي سريعا بسرعة عشان عضوية النادي الأهلي من أول سبتمبر القادم هتزيد وهتغل عضوية النادي الأهلي فبادر بسرعة ما شاء الله منشأة كبيرة جدا عظيمة يعني حوالي 95% من المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وانجازها في فرع التجمع الخامس فالنهاردة ميستر كولور كمان يعني أبدأ إعجابه الشديد بالنادي الأهلي هو كان زر مدينة نصر عشان يتابع مبارات الناشئين من قبل طبعا موجود في الجزيرة في تدربات النادي الأهلي النهاردة موجود في التجمع قريبا يروح فرع الشيخ زايد وهو كمان يعني مباهر جدا بالبنية التحتية ومنشآت النادي الأهلي كابت الناجي نرجع بقى للأسرة قول لي بقى الأحفاد ده دول أبويا زمان كان يقول لي عز الولد وولد الولد وبتاع فكت تقول لي شير دماغك يعني حاسيت بها دلوقت آه لا يعني هي المسألة صعبة لأنه يعني أنت يعني وصلت لدرجة أن أنت بتخصص وقت معانا فيديو بس بس سمعونا الصوت بقى شخصيب لو سمحتوا هنا كابت الناجي دي دانيا مين دي دانيا بنت عبد الرحمن بوش آه 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 ما شاء الله انت مخصص وقت البيديو عن التمرين للأحفاد لا لا لما خلاص ما فيش حكا تانية غير الشغل وهم آه ما عنديش حكا تانية عام الجدول كام حفيد الأول خمسة ما شاء الله ما شاء الله والرقم كويس يعني خمسة حلو خمسة في عين العدو يعني آه لأ هم طبعا هم طبعا آه بلال وأحمد ولاد حسني وآه سيليا وعمر ولاد مريم وآه دانيا الآخر العنقود بقى بنت عبد الرحمن ايه خمسة واحدة سنة دي خدمنا خمس بطوله آه الحمد لله الحمد لله آه الجدول بقى بنشي جدول لوجود من أحمد لازم حد يكون بايت يعني تسحى منهم تلاقي حد فيهم كويس تخبط حد فيهم بقى تقى تجري وراه يجري وراك آه وفي علاقة بيننا علاقة مع عيالة جامدة جد آه يعني هم أنا أعيل منهم آه آه والله آه يجي نزيلوا المية مش عارف ايه يعني يستمتعوا وأنا بحس بمتعة سديدة جدا وهم آه يعني مبسوطين وفرحانين وده خلي بالك يعني برضو ده متوارس لأن أبوي وهم كانوا كده آه كانوا برضو يعني بيهتموا في الأحفاد ودايما كان بيقول لي موضوع ولد الولد ده آه الحاجة اللي كابت الناجي بيحاول يغرزها في الأحفاد من دلوقتي هو طبعا سلة الرحم دي آه حاجة يعني مقدسة يعني احنا عيشنا في الفلاحين يعني بتعارف المسألة دي مسألة يعني مقدسة بالنسبة للاعاداتنا وتقاليدنا وعلاقة الإخوات ببعضيها وعلاقة الأسرة كلها يعني مش الإخوات حتى كمان الأقارب ومناسباتهم وأفرحهم وأحزنهم طبعا الحاجات دي بيبقى عندها السوشيال ميديا خدت الناس آه لا بس احنا بحاول على قدر المسألة آه أن احنا يعني نعيش ناس طبيعية يعني مش يعني بنبقى دايما حارسين عن أن كل الناس يعني أولا الناس بتبقى فرحانة بيق آه وبقيمتك ولما تكون موجود بتبقوا سوعدة أن أنت يعني منتش في برج عاجي ولا أنت آه لا بالعكس تكون أقل من أقل واحد فيهم دايما تحريص أنه إحساسهم يكون آه بيك طبيعي جدا في كل حاجة في الأحزان في الأفراح في كل المناسبات وصلة الرحم طبعا دي يعني أسية من ربنا طبعا ودين الحنيف وصى بيها يعني أحلى لو قدت أنت قاعد مع الأحفاد طب وكابت الناجي عنده هواية الشعر ومشاء الله بقى محترف دلوقتي في الشعر ما كتبتش حاجة للأحفاد آه والله بوس حقول لك حاجة آه أنا نفسك تب حاجة للنادي الأهلي لسه يعني مش شايف نفسي قد المسألة دي آه يعني عايزة كتب حاجة للنادي الأهلي بس يتكون بقيمة النادي الأهلي وان شاء الله هعملها في يوم الأيام إن شاء الله لكن آخر حاجة آخر حاجة كتبتها على نفسي نفسها آه يعني مش على نفسي أولي شاب هي أولي في سني آه يعني اللي هي آه كنت فاكر لما أكبر إن حنسى وإن حجيلي زهايمر آه كنت فاكر لما أكبر إن هتعب وإن مش هقدر أعبر آه كنت فاكر لما أكبر إن حزني والأسع عندي حيكتر آه كنت فاكر لما أكبر حيبقى دمي تقيل وأنا اللي كنت سكر آه وقادي عمرهو بيكبر لسه فاكر كل حاجة ويمكن أكتر يعني وقادي عمرهو بيكبر بيقولولي عبقر يا بمخة عنبر وقادي عمرهو بيكبر لسه بردو البهجة هي صنعتي معرفش كشر وقادي عمرهو بيكبر إنما ما حصلش حاجة ولسه بكبر يعني الله الله يعني الناس اللي كبرت يعني السنة ده رقم آه وطول ما أنت مقبل على الحياة وطول ما أنت تشتغل تشتغل تنتجو فاعتقد أن أنت تبقى التقى الإيجابية طول ما هي موجودة أنت موجود وكامل حيويتك وبكامل حبك للحياة يعني ظهرت إمتى بقى الهواية بتاعت أنت بتتكلم عندي ده رابع دوان آه من عائل ظهرت إمتى البداية كانت البداية كانت في الابتدائي من زمان آه جدا آه يعني كانت معركة على شاطرين كده في مسرحية في المدرسة آه طبع متوح سنة 6 هو ما اللي بيكتبه بالقوة يعني آه فأنا كنت لسه في تانية عشان الكبار آه في المدرسة آه فأنا كتبت فالمدرس ضربني آه على أساس أن أنا أبويا اللي كتبني وبجزب آه فكانت دي بدات أن يلفت نظر أن أنا بعرف أكتب وأنه هو شاكك في الكلام اللي أنا كاتب أنه هو مش بتاعي آه 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 إن شاء الله كابتن أحمد نجي يعني آه تاريخ كبير يعني أنا ده رابع دوان اللي هو الأخير المفرمة ده آه يعني كان من ضمنه الفصيطة اللي أنا قلتها طب ما تسمعنا حاجة من دواناتك الجميلة دي وانت دلاتي رابع دوان آه الحاجة بيعتز بيها حاجة برضو أو الشاعر أحمد باك بقول لما همشي آه أو أغيب بقوله كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما همشي أو أغيب أو أو تنسوا الود بنا لما حاولنا وحلمنا كنا مش فاهمين فاهمنا كل مولود يوم يشيب بقوله كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما حمشي أو أغيب بقوله كان مسامح بقوله كان مصالح وفي كلامه ما كانش جارح لا القريب ولا الغريب بقوله كان حبيب من عروبنا كان قريب قلبه كان زي الحليب الله الله كلمات حلوة وجميلة ومعبرة وسهلة وكل واحد عايز يسيب الزكرة دي حقيقة يعني مهما نعيشنا ومهما طالب بينا العمر فكلنا حنمشي وحنسي فأنت عايز يسيبه وإنت شكلك إيه والناس بيقولوا عليك إيه فده كانت الرسالة يعني أنت سرحت في الكلام آه طبعا بس أنت وعدتين إن شاء الله أنت تعمل حاجة وريب لنادي الاهل نفسي بس ما بدأتش فيها بس أعمل حاجة قوية يعني إحساس أنا بنادي الأهل يغير إحساس أي حد أنا عشت تتكلم على مدار أكتر من خمسين سنة أنا عشت في النادي الأهل وكانت في النادي الأهل ولحم اكتفي من خير النادي الأهل وولادة ربه في النادي الأهل واتولده في النادي الأهل فكل مكتب حاجة على النادي الأهلي أقول لا مش هادي إيه مش أحلى حاجة لأ في أحلى عايز أهو يعني قبل ما أموت أكون كتبت حاجة حلوة لأ لا وبناديك الصحة أحنا عايزين إحنا ننفرد بأول كلام يكتبه الكابتن إن شاء الله يارب يطلع كلام حلو يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن ناكل عايز أرجع بقى لقطاع النشئين والنادي الأهلي النادي الأهلي معاودنا دايماً زي ما هو بيصنع حراس برضو بياخد البطولات ماشي في السكتين برضو طبعاً لأنه تكوين شخصية اللاعب البطولة بتكملها يعني اعتيادك على أن أنت بطل في حد ذاتها جزء من شخصيتك وشخصية النادي الأهلي لكن مثلاً في البراعم أو في السن اللي هو من كابتن بدر مخترع السنة دي سن صغير قوي بس كانت تجربة جميلة وقل لي أول ما دخلوا الاختبارات يدينهم بمبوني هو كان وقب بعلبة بمبوني كده يفرق عليهم وهم دخلين مهمة دي اللغة اللي بيعرفوها في عفريت وفي يعني احنا كنا في علم التدريب زمان إن سن التوافق بيبدأ من عشر سنين بس غيرنا المفهوم ده وقت لأن في ناس عندهم ستة وخمسة وسبعة ماشاء الله عندهم توافق وعندهم قرار وحاجة تفرح طبعاً التكنولوجيا والحاجات اللي استحدثت خلت الولاد ينضجوا مبكر يعني فطبعاً لا في مجموعة لعبين في السن ده حاجة تفرحي فيما كنا بتتقال في حراس المرمى كابتن ناجي يقولوا الحارس ده موهوب وتتقال الحارس ده حارس مصنوع هل الجملتين يمشي مع بعض ولا لازم يبقى الحارس عنده الموهبة في الأساس والموهبة دي بتتقال بقى بالتمرين وبالشغل وبالصنع بعد كده تمك الحوار ده ضار بينه وبين الكابتن وحنا عزينه اللي انت بتعرف كابتن مين؟ كابتن محمول كابتن محمول انا عرفت ان الكابتن ورايب عزينه اللي كان المنبول ما شكله عمال يونطف الموهبة هي الأساس الموهبة في كل حاجة هي الأساس في أي مهنة حتى أي مهنة فالموهبة هي الأساس طبعاً بعد كده بقى بتسقل بقى كان فيه ممكنات جثمانية الشكل بدني خططي طبعاً كل الحاجات دي احنا لها سيكونس يعني لها ترتيب في الشغل فيها امتى امتى بنشتغل مثلاً في سن البراعم على السكيلز بس على المهارات بس وطبعاً إبراهيم في المسألة دي حاجة جميلة جداً عندنا خامات بقى درجة أولى عندنا الحراس بيتمرنوا دلوقتي احنا دخليه في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع يعني بنخلص الأسبوع الثالث الأسبوع ده لو شفت البروجرام بتاعهم زي وزي الدرجة الأولى بالضبط كل الأشكال التدريبات والهدف منها والإنتاجية والرؤية للولاد دول حاجة لا تفرح بصراحة يعني أنا مبسوط جداً ويعني عندي بقول أكتر من 10-12 حارس مستقبل للنادي الأهلي إن شاء الله آخر سؤالة كابتن ناجي الحارس اللي مرنه كابتن أحمد ناجي أكتر موهبة في تاريخ كابتن أحمد ناجي ومرنه مش عايز ترود ما براحته لا لا هو طبعاً أكتر حارس لا أنت شفته موهوب واتمرن تحتيه لك طبعاً حراس كتير لكن أكثرهم موهوب أبو أحمد الشناوي لكن طبعاً هو ما حفسي على موهبته أو هو في طريقه تاني يرجع ويعود موهوب طبعاً محمد الشناوي من الحراس الموهوبين جداً 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 العصام الحضري تاريخ كبير في حراس المرن الحارس بقى اللي هو موهوب كان بجد وهو أثر في حقنا بسوبرده شوية أمير عبد الحميد أنت طبعاً أنت عصرت أمير وكنت عارف قد إيه هو موهوب لكن طبعاً ظروفه ما ساعدتهش في النهار الكامل لكن طبعاً كل الحراس اللي اتمرنه لكن طبعاً محمد الشناوي وإحمد الشناوي دول موهبة واضحة جداً وظهرة جداً طبعاً الحضري ده تاريخ وأسطورة في حراس المرن شرفتنا ونورتنا كبت ناجي وكنت سعيد بالحوار معك أنا اللي اتشرفت بيك والله وسعيد لما لقي حد من أولادنا يعني حاجة جميلة كده وشيء مفرح ويعني قيمة كبيرة في مكانه وأنت طبعاً من الناس اللي هي أنا سألت في جوازك فقلت حتلاقي أحسن من كده إيه حتلاقي أحسن من كده إيه وحاجة جميلة شرفتنا ونورتنا بشكر ضيف الكابتن أحمد ناجي واحد من ضيوف اللي أنا بعتز بيهم ومسيرة كبيرة ومسيرة مشرفة وحاجة جميلة جداً في الناد الأهل وعلى المستوى الشخصي كمان لما الناس تعرفوا حاجة أكثر من رائعة كده انتهت حلقتنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً ونبي لحضراتكم لسبوع القادم وحلقة جديدة من الأشبال